دعواتكم طبعا حتى معادة المباراة يمكن احنا قبل مباراة الترجمة قلتلكم ادعوا لغاية ان شاء الله المباراة دعواتكم تكتمل ان شاء الله حتى المباراة يا رب كل التوفيق طبعا المهندس محمود طاهر سافر لتونس كرئيس للباسة وجوده في تونس يطمئن طبعا على اللعبين وتحفزهم وده شيء مهم جدا مهندس محمود طاهر مازال يدعم بشكل قوي جدا جدا الفريق ليس فقط كوجوده او كلامه على الفريق ولكن بتواجده ايضا مع الفريق سواء بقى كانت في المباراة الترجمة ورجع هنا للقايرة عشان امور طبعا خاصة بالنادي وتسير الامور داخل النادي ورجع تاني لتونس النهاردة الصبح او مباراة بالليل فبالتالي المهندس محمود طاهر موجود كرئيس للباسة مع الفريق يدعم بشكل كبير الجزء المعنوي والتحفيز للعيب النادي الاهلي النهاردة النادي الاهلي اول مران له في سوسا وده امامنا على الشاشة اولى التدريبات في الملعب الفرعي لملعب سوسا اللي هتلاعب عليه المباراة طبعا زي ما بقول لكم كده خلاص العد التنازلي ابتدى حتة الحماسة الزايدة مفروض بقى تهدى دلوقتي خلاص انا دلوقتي كلاعبين كجهاز فاني ببتدي اهدى ببتدي افكر في المباراة وزي اتعامل معها ان شاء الله خلال اه المباراة من خلال طبعا التركيز من خلال الهدوء من خلال اجتماعات الفردية كابتن حسان مع اللعيب او مع اتنين اللعيبة او مع الخطوط او اللعبين مع بعضهم او شكل جماعي لرؤية فيديو او رؤية اه شكل معين في الخطط بالنسبة لفريق النجمة الساحلي فكل التوفيق ان شاء الله يبقوا زي ما بقول لكم زي ما دعينا لهم كده في المباراة اللي فاته يبقوا في احسن حال سواء فنيا وبدنيا نتمنى طبعا سواء بقى اللعبين او جاز فني يبقوا في احسن حالهم في هذا اليوم فنيا وبدنيا وده مش هيجي من خلال دراسة الخصم ان انا بركز جدا في الخصم اللي امامي بيلعب ازاي بيتعامل ازاي ولكن زي ما احنا عارفين نتيجة مباراة الترجي لها اصدق كتير جدا ما بعد المباراة شوفنا كانت انفوز البنزارتي بيستقيل او بيقال رئيس النادي المؤدب بيستقيل النهاردة رئيس النادي بيقعد مع السفسي رئيس تونس عشان يكمل مشواره مع تونس والرئيس التونسي بيقول رئيس الترجي التونسي انه يكمل مع فريق الترجي ده يدل على قد ايه الرياضة مؤسرة جدا حتى كمان في الشكل السياسي ولكن طبعا النادي الاهلي نادي كبير اكيد زي ما اقولوك هو دائما بيفرح جمهوره وعمره ما بيفرح ابدا خصومه سواء داخل مصر او برا مصر فبالتالي ان شاء الله المباراة القادمة صعوبتها بقى زي ما اقولوكو ان في مدربين اتشالت او كاتفازوا بمنزارتي اتشال من التدريب الترجي او استقال من تدريب الترجي فبالتالي اكيد المدير الفني الفرنسي لفريق النجم الساحلي في لود الفريق المدرب الفرنسي اكيد مش عايز يلاقي نفس المصير بالنسبة ليه اثناء وجوده طبعا في النجم الساحلي ولكن طبعا في حالة طبعا ان خروجه الامور كتير بتتغير بالنسبة لتفكير الادارات لان طبعا انت وجودك في بطولة افريقية مهمة جدا زي داري ابطال ووصولك للدور النهائي ده امل اكيد كل الفرق ولكن احنا كنادي اهلي هملنا هو البطولة فقط لغير وليس الوصول للنهائي فقط وحصولنا على النجمة التسعة يا رب ان شاء الله يبقى زي ما اقول لكم يومنا يوم الحد يوم جميل ويوم اهلاوي وصباح اهلاوي كنا قلنا عليه تاني يوم مباراة التراجي ان شاء الله يوم لتنين واحنا معكم من خلال استاذ اهلي نقول يوم اهلاوي جميل وفرحة اهلاوية ان شاء الله من خلال مباراة الاهلي يوم الحد ان شاء الله الساعة سبعة ونص مهندس محمود طهر بيستقبل جلال كريفة نائب رئيس نادي النجم الساحلي وده يدل طبعا على العلاقات الطيبة استاذ جلال كريفة نائب رئيس النجم الساحلي نادي النجم الساحلي بيطمئن على بأسة الاهلي اي حاجة طبعا نادي الاهلي محتاجها بيحاول طبعا يطمئن على الجزء دي حاجة بتوفر له كل حاجة متوفرة لنادي الاهلي ودي حاجة ممهازة جدا وامتداد للعلاقات الطيبة ما بين الاندية العربية كلها سواء بقى اندية تونسية او عربية ومع النادي الاهلي النادي الاهلي طبعا نادي كبير نادي وطنية اللي بيشجعوه في كل أرجاء الوطن العرب في التالي علاقة طيبة جدا مهندس محمود طاهر بيستقبل نائب رئيس نادي النجم الساحلي في فندق إقامة النادي في سوسة اللي يتمئن طبعا على الأمور التنظيمية ودخول الجمهور الأهلي إن شاء الله اللي هيبقى ليه مدرج كامل إن شاء الله يكون فيه عدد أكبر من المباراة السابقة في مباراة الترجي كل ده مهم جدا مهندس محمود طاهر بيحاول ينظمه بشكل كبير مع إدارة نادي النجم الساحلي